طيب ايه هي التقوص اللي انت كنت بتعملها في رمضان ودلوقتي بقت صعبة قوي ان انت تكمل عليها يعني بصي اول عشر سنين من حياتي كنت بنام لحد المغرب فما كانش فيه تقوص قوي للامانة عشو بقاش كاتباب لكن لما الواحد بقى فهم يعني ايه رمضان وعرف بركة الشهر يعني مثلا فيه تقوص دلوقتي لحد دلوقتي ملازماني ان انا مثلا قبل اول ما يقدن فيه طبق طمر بلبن ده لازم ده قبل اي حاجة اه طبع اه فيه حاجة اسمها خشاف دي عمر اللي ما جربتها يعني انا مش مخدنع بالتكوين بتاعه اصلا او اي حاجة على كل حاجة اه امر الدين طبعا ده لازم على الصفرة حتى لو مش هيتشارب بس لازم بيقى موجود عاما معروف او الطمر هنزي او الكاركادي بالضبط حتى لو مش هيتشاربوا اصلا يعني بس موجودين لازم اه ايه تاني تقوص انا اخدا بالي انت مركز بس في الاكل ما هو المشكلة ان رمضان يعني اكل لا لا حرام عليك مش دايما كده لا ساعة المغرب اكل طبعا اه وقت الفطار انت بتبقي مثلا من الفجر قاعدة صايمة لحد المغرب انت كل تفكيرك في الاكل فاحنا في الحتة دي انت ليسا في لحظة الفطار احنا في لحظة الفطار اوكي قبل بقى الاكل وبعد الاكل اه قبل الاكل بحاول على قد مقدر ان انا اخلص اجزاء من القرآن على قد مقدر اه بيبقى تدريب حلو جدا الواحد يتماشى يروح المسجد ويرجع دي بتبقى حلوة جدا اه ما افتكرش في حاجة تانية الواحد بيبقى عنده خلق يعملها قوي غير الحاجات دي قبل الفطار قبل الفطار بالزبط وبعد اه بعد الفطار بقى انت بتخلصي الفطار اه بتريحي ساعتين عشان تكوني دبتيها دبة غريبة مش مفهومة هي تتنيحة معينة كده بعد الفطار اه عارفة الساعة كده اللي هي ما حدش يكلمني انا بص في السقف بعد اللمباط ما حدش معايا اه بعد كده بتروح تصلي التراويح بعد كده ترجعي تحلي نفس التتنيحة اللي فاتت من شوية ترجع هي هي بعد كده لو في مسلسل لو في اي حاجة بتشوفي بقى الدنيا فيها اي